الله هو الذي سمى نفسه القريب المجيب الرقيب يسمع دعائك ويرى حالك ويعلم ما في قلبك محيط بكل شيء هيمن على كل شيء دبر كل شيء صرف كل شيء أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ممن تخاف؟ ممن خلوق؟ فارجع إلى من خلقه وقل يا من خلقته اصرفه عني في الحديث القدسي وَلَا إِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِذَنَّهِ الله يقول إذا استعذنا به أعاذنا الله من كل من أراد بنا سوء فيا أخواني الكرام أول اليقين والثقة المعرفة إذا عرفت تتعامل مع من وثقت به الآن شوف الطفل الصغير يثق في أمه لأنه يرى الحليب من صدرها لأنه يرى أنها تنظفه وتحتضنه الصغير عرف يثق بمن وإحنا ما عرفنا نثق بمن نثق بالذي أعطانا السمع والبصر والقوة وحفظنا وأعطانا وكبرنا وعقلنا وسترنا وهدانا ودلنا ووفقنا وثبتنا الله جل جلاله نثق بالذي على كل شيء قدير نثق بالذي قال في كتابه الكريم وقال ربكم أدعوني أستجب الله يقول أدعوني أستجب ما بينها حرف واو ولا حرف فا ولا حرف ثم أدعوني أستجب انتهى الموضوع الله وعد بالإجابة لكن كيف نعرفه فنثق به فنتوكل عليه فندعوه باليقين كما دعاه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بدر محمد صلى الله عليه وسلم مع ثلاثمائة رجل وأبو جهل معه ألف رجل محمد ما عنده الطعام وأبو جهل معه كل يوم يأكلون عشرة من الإبل محمد صلى الله عليه وسلم ما عنده السلاح وأبو جهل مدجج بالسلاح ومحمد صلى الله عليه وسلم عرف المدبر والمصرف والذي بيده الأمر والذي قدر وقضى فقال في ليلته وهو بين يدي ربه اللهم وعدك الذي وعدتني اللهم انتهزم هذه العصابة فلا تعمد في العظيم بعدهم فيصبح النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غفى إغفاءة صغيرة فيقول إني أرى مصارع القوم هنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان ثقة بالله تبارك وتعالى لجأ إلى الملك ما في سيوف لجأ إلى الملك ما في سلاح لجأ إلى الملك ما عنده عتاد لجأ إلى الملك العدد قليل لجأ إلى الملك ترجمة نانسي قنقر